اليوم حلوة حلاوة منتخبنا لما بيكسب ويفرح بنفرح بننبسط بنسعد بنحس ان الدنيا كلها حلوة المنتخب يا جماعة ماشي بشكل رائع جداً في كل المنافسات تصفات كأس العالم ممتاز تصفات كأس الأمم انتصارين على التوالي فوز بسلسية بستاد القاهرة فوز بربعية خارج الأرض الشكل حلو الأداء كمان حلو وجهاز فني محترم جداً بقيدة الكابتن حسام حسن وهنا في نقطة مهمة جداً نقطة في منتهى الأهمية حاببا بدأ بيها يعني احنا كمتابعين وجماهير أو بلاش احنا كلها قليلة من الناس أنا آسف لنقول كده اللي ده ما هتقيل شوية اللي ما بتحبش الفرحة تخش قلوبنا اللي ما بتحبش تنبسط بينجاز ولا بشغل ولا بمكسب ولا بأي حاجة في ناس كده بيبقوا ليلين كده اللي هو بيحبوا ينغسوا علينا عشتنا دول ما بيبقوا ليلين يعني تشوفوهم انتوا على السوشال ميديا تشوفوهم في حياتكم بيبقوا ليلين يعني يقول لك ايه بقى يا سيدي يا عم هو احسام حسن كسمين يا عم كلها منتخبات توقعة وضعيفة وخفيفة واي حد يكسبها لا مش اي حد يكسبها لا اضعف من كده وكنا بنعاني وبنخسر وبنتدايق ويقول لك اصلي اصلي المباراة خارج الارض الجو كان حر والملعب كان وحش اهوى منتخب ضعيف بس الظروف كانت صعبة عادي يعني روحنا عملنا العادي اه بس عملناها ما كناش بنعمله اللي هو ايه منتخب مصر في اي مكان المفوضي بقى منتخب قوي جدا شارس جدا نهاردة خارج ملعامنا وبنكسب بربعاية نظيفة امام بوتسوانا بقى داء مميز جدا تحديدا في الشوت الاول هجوميا اداء ممتاز حسام حسن مدرب ده رأي فيه من الاول مدرب كفء فنيا جدا فكرة انك بس تقول حسام حسن الروح والحماس وحب البلد والكلام ده كله موجودين عنده دول نازلين مع البني آدم موجودين كده عنده كده كده موجودين مولود بيهم بس هو كمان فنيا قدير جدا والواحد متفائل بحسام حسن وجهازه المعاون موسيقى موسيقى